السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون أنا مش عايز أقول مع السابقين أنا عايز أقول أنتم السابقون إن شاء الله وربنا يجعلنا أياكم من أهل الهمة العالية إن شاء الله الذين يدركوا جنة الفردوس برحمة الله أولا ثم بأعمالنا إن شاء الله جل وعلا كلمة في المرة اللي فاتت واللي قبلها عن علوه وهمة الشباب وبنقول احنا محاصرين من كل مكان هنتكلم عن علوه وهمة الشباب والشيوخ والنساء والصبية الصغر فربنا يجعلنا اياكم من اهل الهمة العالية يعني حتى نبعث مع اهل الهمم والقمم يوم القيامة في جنة الفردوس اللهم امين كلمة مرة فاتت عن نموذج عالي جدا من نمازج علوه وهمة الشباب تكلمنا عن وسامة ابن زيد وسامة ابن زيد قلنا طبعا ان زيد ابن حارثة اللي هو ابوه كان حب النبي صلى الله عليه وسلم وسامة ابن زيد كان الحب ابن الحب كان من احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لو تفتكروا كما في الصحيحين لما سرقت المرأة المخزومية المخزومية وارادوا ان هما يتوسطوا عشان ما يقامش عليه الحد بقطع يادها لان المسألة طبعا صعبة جدا امرأة شريفة جدا ونسيبة ولكن سرقت فلابد ان يقطع يادها فالنبع السلام عارفين ان هو من احب الناس الى قلب اسامة ابن زيد قاله بس المهمة ده ما يقولش بها الا اسامة ابن زيد راح مكريمين اسامة اسامة راح كلم من نبع السلام يعني ان هو يعفو عن هذه المرأة وكده فاسامة ابن زيد لانهم عارفين ان هو من اعز الناس الى قلب النبع السلام لما دخل كلم نبع السلام انه بغضب قال أتشفع في حد من حدود الله عز وجل يا أسامة والذي نفس بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد ليدها صلى الله عليه وآله وسلم شاهد في الموضوع أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه شوف علوه وهم توصل لدارة لم يخطو من سنه إلى التاسعة عشر كان لسه ما يعني يدوب تسعتاشر سنة وقاد جيشا فيه عمالقة الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين سامة بن زيد تسعتاشر سنة يعني النهاردة في سنة كاما جماعة يعني النهاردة نقول مثلا في سنة كاما في تلتة سنة أو أقول كلية حاجة زي كده يعني أقول كلية أقول كلية النهاردة أو تلتة سنة لك أن تدخيل ده ممكن يعني يكون بفكر فيه يعني كبيره أو مثلا حطة عرضية حلوة ولا موتوسيكل ولا بليستيشن وكل ده كله سامة بن زيد ده هيقود جيش جيش كامل عشان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ده سامة بن زيد ده مثلا عظيم جدا جدا لبذل الإنسان لنفسه لخيد مدين الله خبالك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عنده مسلم رب أشعف أغبر ضيط مرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرة خبالك في الوقت الترميذة بسنة صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم كم من أشعف أغبر ضيط مرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرة منهم البراء ابن مالك من البراء ابن مالك؟ اللي هو أخوه أنس ابن مالك ده لو أقسم على الله لأبرة؟ أي نعم وده من ضمن الناس المعددين على الأصابة اللي احنا عرفناهم اللي هم الواحد منهم لو أقسم على الله لأبرة خبالك فرق بأنه أنت تدعو وأنه أنت تقسم على الله فجاء في معاركة تستر والحديث روال حاكم بسند صحيح استعصت الموقع على المسلمين عايزين يفتحوا تستر مش عارفين الناس عادين في الحصون جوه والدنيا مقفلها مش عارفين يعملوا حقارس إيه اللي حصل؟ نفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء فذهبوا إلى البراء بن مالك قالوا يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوعاً بالأبواب لو أقصى معنا الله لأبره منه البراء بن مالك يعني ألا تقصم على الله فقام البراء وقال اللهم إني أقصم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيلك أكيد أنت عايز تسأل السؤال اللي أنا في دماغ دلقتي طب وليه البراء بن مالك طلب أنه يموت أنه يستشهد أخذ بالك بقى عصي الصحابة سمحني يعني غيرنا غيرنا فيه ناس أصحاب قلوب شفافة الموازين عندهم بميزان الدهب مش بالكيلو لا بميلي جرام أخذ بالك فقلبه شفافه حساس جدا هو خلاص الناس عرفت أن البراء بن مالك لو أقصم على الله لأبر الله قسمه ومش عرفه بس لا نشافه كمان وتأكده فكده خلاص ذا عصيط البراء بن مالك الناس كلها عرفت فأصبحت المسألة بالنسباله مشكلة أن ممكن بقى المسألة يدخلها رياء والسمعة والابتاع لا 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 أنا أخرج من الدنيا أحسن وأجمل خروج من الدنيا الشهادة لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والتربذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرام قعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من فنتين وسبعين زوجة من الحر العين يا بخت ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياخوطة الوحيدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع فيه سبعين إنسانا من أهل بيته ليدخلهم الجنة قال لك بس فيش أحلى من الموت دي فتمنى الشهادة وده اللي يوضح لنا جماعة موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورداء مع خالد بن الوليد رضي الله عنه ورداء في فتحات الشام خالد بن الوليد فأز الفتحات بتاعة الفرص وخلص الدنيا كلها وخالد لم يهزم لا في الجهلية ولا في إسلام ليه؟ أصله سيف الله المسلول وسيف الله لا يقصر أبدا فالمهم في أز الفتحات بتاعة الشام وانت عارف خالد كان ليه موقف يعني ما تتوصفش خالد بن الوليد يا جماعة يعني أنا بس يعني أقولك بس كم موقف بدون خروج عن قصة أسامة بن زاية وقصة الموقف اللي احنا في ده إن سبحان الله خالد بن الوليد يعني أقولك بس ليه 3-4 موقف في سريط مقت على سبيل المثال إحنا قلنا في سريط مقت إن كان عدد المسلمين كان 3-000 وعدد الكفار كان 200-000 سقط زايد بن حريثة في أول الجهات شاط في رماح القوم التاني مين؟ جعفر بن نبي طارق مسك الراية بيدلي مين؟ اتقطعت قبالك فرح واخذ الراية بإيده الشمال اتقطعت فرح واخذها بعض ضيه فرح أسمنه وصفين يظهر الأبيض فأبدله الله بدلا من يديه جناحي في الجنة يطيروا بهم مع جبريل وميكايل فين الدليل؟ خذ الدليل أحاديث بقى سبع أحاديث رواها أحمد وجود إسنادها الحافظ بن كثير في البداية والنهاية وحسن إسنادها الحافظ بن حجر في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي عبد الله بن جعفر النبي طالب يقول له مرحبا يا ابن ذي الجناحين ويقول في رواية أخرى إن أباك قد أبدله الله عز وجل بدلا من يديه جناحين في الجنة يطيروا بهم مع جبريل وميكايل تخيل جعفر بن ابن طالب حي يرزق ويطير وجناحيه الآن في الجنة الشهاد في الموضوع بعدما قتل زيد بن حارفة وجعفر بن ابن طالب أخذ الراية عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة أخذ الراية ودخل فقتل فأخذ الراية واحد من الصحابة وثم أعطاها لخالد بن الوليد خالد بن الوليد رجل يعني في مسألة الجهاد والحرب دي رجل يعني عقلية عسكرية من الطراز الأول قل لي بلعلك انتو 3000 وخب بالك والأماكن اللي ممكن يجيلك منها المدد والمعونة والأكل والشرب والسلاح بعيدة جدا على بعضي حوالي 1000 كيلو والتانيين 200 ألف وال200 ألف جنب المصادر العسكرية بتاعتهم مخازن الأكل والزخيرة والسلاح كل ده جنبهم تعمل ايه خالد قاعد يفكر فكرة زكية جدا قال خلاص وجدتها يعمل ايه خالد رضي الله عنه ورضا قال لك ان الناس اللي بيجاهدوا في الصفوف المقدمة قل بالك يرجعوا ورا يرجعوا ايه ورا واللي على اليمين يخش ناحية الشمال واللي على الشمال يخش ناحية اليمين ونبدل الصفوف ونقسم الجيش نصين نص يخش بكرة يجاهد والنص التاني يجي من ورا من على بعد كيلو ويعمل غبار ويرفع الاعلام واسرخ ويقول الله اكبر الله اكبر تكبير مع صراخ مع تعفير طراب فيظن هؤلاء الكفار ان في مدد من الجيش جاي مثلا 200-300-400 ألف أعداد رهيبة جدا جاية هتقضي عليهم فلما شاف المنظر ده شوف بقى شوف الزكاء عجيب جدا طبعا الناس عمين بأربع تيام عمين يقابلوا بعض كل يوم بالبلد كده شبه كده خلاص حفظوا وشوش بعض فجيه تاني يوم بتوع الروم تخلين يقتلوا ويقابلوا المسلمين الله مش ده اللي كان قدام مبارح ولا ده لا ده الموضوع تغير لان الناس بقى يتورق فهم ازاي بقى الفك أسمع صراخ الله أكبر الله أكبر وأعلام مرفوعة وطراب جاي من بعيد من على بعض كيلو قالوا بس ده في مدد جه كبير جدا للجيش المسلم وهيقضوا علينا إذا كنا احنا 200 ألف مش قدرنا على 3000 هما للمئات الأولوف اللي جاية دي هنعمل فيها ايه شوف خطة خالد عمل ازاي وفي النهاية عمل ايه خالد قال لهم خشوا عليهم وبعد فترة دخلهم مصيضة فيرجعهم وما احنا ماشيين وكان رجوعه كانت نصرة انه ينقذ 3000 موحد لأن 3000 موحد كانوا يقينا كانوا يموت هيتقتلوا كلهم آه يبقوا شهداء آه بس ورضو يعني ما احنا عايزينهم يعيشوا يعني فمزاف المهم بالفعل الرومان أول ما بتدوا يخشوا ومعهم القبائل بقى التانية بتدوا يخشوا فبدأوا لأ المسلمين بينسحبوا قالوا لا ده هم عايزين دخلهم في المصطدة بتاعة الجيوش اللي جاي ديت لا ارجع وراء فبدأ الروم هم اللي ينسحبوا وبدأ المسلمين يجنوا أو ينسحبوا بيهدوء كده لحد ما تركوا الأرض جميعا ورجعوا مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المناورة ده موقف من موقف خالد أسكن لك كان موقف تاني في فتوحات الشام خالد بن الوليد رضي الله عن ورده كان يعني ربنا سبحانه وتعالى بيلقى الرعب في قلب أي قائد من كواد الروم مجرد ما يسمع بس إن خالد بن الوليد جاي ولو من على بعد حتى شهر خذ بالك فأول ما يسمع بقدوم خالد يوم داخل الحصن وهو الجلود وقفلين على نفسه فهي دخل بلدة اسمها قنسرين أول ما وصل لبلدة قنسرين القائد دخل جوه ورح قفل حصنه وخلص قمن نفس يعني خالد بن الوليد ورقة صغيرة قد كده مكتوب عليها ايه من خالد بن الوليد من عبد الله خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة قنسرين أما بعد خب بالك بقى من كلام كلمتين وبس يعني فهم زي من عبد الله خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة قنسرين أما بعد فأين تذهبون هتروح فين يا جميل هم ازاي عايز اقول له كده هتروح فين فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم عليكم يعني كده كده مش هتنفيدوا إما هنطلع لكم السحب إما ربنا ينزل لكم عليها زي المطر كده نخلص عليكم فرجل أول مصرات الرسالة اطرع برحفة فاتح الحسن ومسلمه لخالد ابن الوليد الحسن اللي بعده دخل خالد ابن الوليد فجاله قائد روم فحب أنه يعني يصخر من خالد ابن الوليد فقال له سمعت أنه ما جاء بكم إلا الجوع والعطش عرفت أنه أنت ناس فقراء جدا وإنتوا خارجين بس بتبحثوا عن لقمة إيش فتعالى ونعطي كل واحد منكم عشر الدنانير وكسبة وطعام وشراب وبع السلامة كل ست الشور أو كل سنة تعالوا خدوا زي خالد رضي الله عنه ورضاه حس بأن الكلام ده فيه مهانة خالد رجل يعني عنده عزة فرح بوصلته كده وقال له لا والله ما أخرجنا لا الجوع ولا العطش ولكننا قوم نشرب الدماء إحنا الغزة بتاعنا اللي بنتغزى بيه هو شرب الدم وقد سامعنا أنه لا دم أطيب من دماء الروم فجئنا لنشرب من دمائكم يعني بالبلد كده قالوا لنا الدم بتاعكم جميل جدا حاجة يعني ضايت زي فل يعني فهمت زي فجئنا رشة بالدم بتاعكم فأول رجل ما سيبها الكلمة دي رح مسلم له الحسن في موقف ثالث وإن كنت ما حبش حكيه كتير وإن كان هذا الموقف ثبت عند الإمام أحمد في كتاب الفضائل بسند صحيح لكن ما حبش حكيه كتير ليه لإني يعني برضو العقول اللي واخد المسألة بالشكل العقلاني فقط ممكن ما تقبلهاش لكن هي رواية صحيحة إن قائد روم في إحدى الحسن برضو لما قابل خالد بن الوليد فقال له سمعت أنكم تتوكلون على ربكم قال له نعم قال إن كنت متوكدا على الله حقا فاشرب هذا الكوب من السم وقال لك بقى فرق كبير مثلا بكبات برطوان عليها نقطة سم وإلى نقطتين وفرق بين كبات سم كامل حاجة كده يعني كلها كامل فنظر خالد بن الوليد إلى كأس السم وقال أجل فرح واخد الكاس فحب الجنود يمعوني يا خالد إيش معقولة أتمرت نفسك فقال دعوني ومسك كاس السم وقال بسم الله توكلت على الله ثقة بالله ثم شارب السم يقول الراوي فوالله ما ازداد إلا الصحة والعافية في عزة الانتصارات دي كلها نرجع بقى لموضوعنا في عزة الانتصارات دي كلها ييجي قرار من عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد من إيه بلغة العصر يعني من إيه من بيسموها وزير الدفاع وزير الدفاع من وزير الدفاع لجند مجند حط نفسك مكانه كده لو إنسان ما عندهش إحت الإخلاص يعني تخيل النهاردة لو واحد لواء وجيه قرار بأنه ينزل من لواء العقيد ممكن يجيله شلق الأطفال واخد بالك فتخيل بقى ده من وزير الدفاع لجند مجند عسكري إيه اللي حصل من خالد طب لو واحد ما كان خالد أيوة طبعا هيقولك أمير المؤمنين بيحكد علي عشان الانتصارات والفطرحات وبعد كده التاريخ هيتكلم وهيقول خالد عمل وسوه وفتح فبيحكد عليها عشان كده عايز يعزلني خلاص ما فيش عازل بقى وانقلاب عسكري مش كما ممكن يعلم كده أبدا قال يرحم الله أمير المؤمنين تخيل بيدعيله بالرحمة لأنه عارف إن عمر بن الخطاب رجل فاضل رجل قال عنه النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر حديث عند أحمد بسند صحيح وقال كما عند أحمد أيضا بسند صحيح لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب فتخيل هذا الرجل بهذه الصفات العظيمة سيد عمر بن الخطاب كما عد ذلك للحافظ ابن الحجر في أكتر من 15 موضع بلغت 19 موضع من الكرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويقول أبو وكر شيئا ويقول عمر شيئا فينزل الكرآن موافقا درأي عمر بن الخطاب وفي بعض المواقف يتكلم عمر بن الخطاب ويشور على النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة في أمر معان فينزل الأمر موافقا لعمر بن الخطاب حتى هو من أدبه من أدبه مع الله عز وجل كما ثبت ذلك عند مسلم كان يقول وافقت ربي وافقت ربي في ثلاث موضع ما قالش وافقني ربي شوف الأدب حتى في عرض الكلمة فعمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد وعين أبا عبيدة ابن الجرح يجي بقى سبحان الله عمر بن الخطاب عند موتي عايز يزيل اللبس ده لحسن حد يظن يقول لك أكيد عزله أكيد مسك عليه خيانة أو اختلاس أو أي حاجة من حاجات اللي ممكن يشكر فيه أي إنسان مريض فعمر بن الخطاب وضح المسألة لأنه كان أهم حاجة عندهما جماعة العقيدة ومسلم من غير العقيدة ما يسواش حاجة فهم إزاي؟ فقال أما إني ما عزلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة ولكني عزلت خالدا لأني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا فخشيت أن تتعلق قلوب الناس بخالد من دون رب خالد هل تقول لك؟ وده اللي حصل مع البراء ابن مالك السؤال اللي حولنا بسأله هو ليه طلب الشهادة؟ طب ما كان ووجوده كان ينفع المسلمين بإذن الله طبعا في أي موقع تستعصى عليهم يا براء يلا اشتغل تقسم على الله يخلص الموضوع كله يا اللهم ينقسم عليك أن تنصر جنب المسلمين انتصروا فهم زي؟ ودي كلها أسباب لكن البراء خاف على نفسهم الرياء خاف على نفسهم هو يضيع فتمنى أن يموت فلا ميتة أفضل من هو يموت شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى فقال اللهم أن يقسم عليك أن تنصر جنب المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك سبحان الله مواقف عجيبة جدا جدا لهؤلاء الصحب الكرام وعلو همة لا تخطر على قلب بشر تعالى نشوف مثال تاني من علوه الهمة عشان الشباب بهمتهم تعالى وإخوالنا أخواتنا وأبأنا وأماتنا اهمتهم تعالى أكتر وأكتر بفضل الله سبحانه وتعالى معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل ده كان بس لي موقف بس صغير والله العظيم الدنيا كلها لا تساوي شيئا في عشر معشار هذه الكلمة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أكيد حضرتك وحضرتك نفسك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم صح الله ولو حتى مر في المنام ولو مر في المنام تخيل بقى أن معاذ ابن جبل النبي عسام يقول له مش في المنام بقى يقول له في الحقيقة يقول له يا معاذ والله إني لا أحبك والله إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تدفع كما عشان تقابل النبي تدفع كما عشان تشوف النبي تدفع كما عشان تشوف النبي حتى ولو مر في المنام صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة هقول لكم على وصفة لو عملتوها هتشوفوا نبي في المنام هتقول لي معقولة أولك والله العظيم بتكاء أولك أولك بس تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد المشايخ التابعين تلميزه نفسه شوفه النبي على السلام قال له يا شيخ ربنا يبارك فيك نفسه شوفه النبي قال له أنا عندي لك وصفة هيلة تعالي لله دي تعالي معايا ونقعد ندردش مع بعض وانا هقولك على وصفة بفضل الله بعد ما تعملها هتشوفه النبي قال له طيب الشيخ كان لمراته لها جاهزة أكل كده جميل وزباط الدنيا والأكل اللي بعد ما تخلصيه عايزك تدسيه ملح على قد ما تقدره يعني مثلا لو عامل صنية طبيخ مثلا ولا حاجة من تحت كده اللي بالطبيخ كله كده في كمية ملح جي تلميزه دخل على الشيخ سلام عليكم شيخنا عليكم السلام قعد يا ابني كل قال له طيب فضل يا شيخنا قال له لا أنا لسه واكل يا ابني سبقتك الحمد لله فانت أكل التلميز بيغمس لقى الأكل مليا ملح طبعا شيخه قعد فهو مكسوف يقول له يا شيخنا يعني الأكل يعني مليا ملح وكده فسكت يعني فقعد يأكل فالشيخ أقسم عليه لازم يخلص الأكل كله طب يا شيخنا أنا الحمد لله يعني هي قال له أبدا والله لا تأكل كله فأكل الأكل كله عايز يشرب مية فبيسأل الشيخ شيخنا أستاذي حيوف شرط مية قال له سبحان الله ابني معلش ما عندناش مية لكن إن شاء الله تبقت معايا للادي وللقابل الفجر كده بساعة ولا ساعة ونص إن شاء الله نجيب مية عشان نتوضى ونصليق يام ليل وتشرب إن شاء الله فنام هذا التلميذ من غير ما يشرب وطبعا جوف بليا ملح نام وشيخه رحم صحي في التلت الأخير من الليل أول ما راحي صحي قال له ها ماذا رأيت في منامك قال له ماذا رأيت رأيت أنهارا تجري وبحارا تتضفق وأمواجا يسابق وبعضها بعضا وأمطارا تنزل ويانا بيع تخرج من الأرض كل اللي شافوا إيه مية خلفلك مش شاف حي غير مية خالص فقال أجل صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك للنبي لرأيت النبي في المنام قد تبع لكم مصفة كلما تزداد محبتك للنبي كلما تكون رؤيتك للنبي على السلام سهل ما يصور إن شاء الله لذلك قال أناس بن مالك كما صح عنه ذلك أنه قال والله ما مرت ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم ثم يبكي أناس بن مالك رضى الله عنه وأرضاه تعال نشوف سيدنا معاذ بن جبل سيدنا معاذ بن جبل إنها وعلى السلام بيقول له يا معاذ والله إني لا أحبك إني لا أحبك خالي لبن نابع سلام يقسم ونبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم ونريب سorian price a school بيقول له أقسم بالله والله والذي نفس بيدي إني لا أحبك يا الله معاذ بن جبل إن ابع سلام لما حبي يوضح أن كل رجل مناسب لابد أن يوضع في المكان المناسب فكان يقول أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأكثرهم حياء عثمان وكذا 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 وكم من ضمها وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل مات عنده كم سنة جماعة رؤيتين رؤية بتقول أنه مات عنده 28 سنة وأقصى ما يمكن في رؤية تانية أنه مات عنده 33 سنة 33 سنة وهو أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام أي نعم بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق معاذ قال معاذ ابن جبل أمام العلماء يوم القيامة رطوة رطوة يعني منزلة يعني منزلة معاذ ابن جبل في أعلى منازل العلماء يوم القيامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل اللي بذل حياته كلها لله سبحانه وتعالى قيام وعبادة وصيام وكراءة كرآن يعني سبحان الله وعلم في الدين وتعلم الحلال والحرام حتى أصبح أعلم الأمة بالحلال والحرام هذا الإنسان اللي عاش على الهمة العالية كلها وعاش على العبادة وعلى الالتزام والتدعى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبته ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى آخر اللحظة في حياته معاذ ابن جبل عند أول سكرات الموت وهو في السكرات ماذا يقول طبعا شيء طبيعي يكون فرحان جدا بلقاء الله سبحانه وتعالى الإنسان اللي بييش على طاعة سعيد جدا نفسه يشوف النتيجة نفسه يعني يجن الثمرة اللي غرسها في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى فما كان من معاذ إلا أنه عند الموت قال مرحبا بالموت مرحبا وهو ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقال معاذ ابن جبل مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم يا الله يا طرأ أنا وانت وانت لما جلنا سكرات الموت وفي آخر لحظة في حياتنا يا طرأ هلقول نفس الكلمة مرحبا بالموت مرحبا ولا هنقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما طرقت طب ما تلحى نفسك من دلوقتي لو ما تبتش لحد دلوقتي ما تتوب إيه اللي يمنعك حد حيشك ده آخر سبحان الله ده المولى عز وجل فتح لك كل أبوب الأمل كل يا عبادي الذين أصرفوا مش أزنبوا أصرفوا كل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيأتيم حسنات وكان الله غفور رحمة التائب من الذنب كمن لا ذنب له والذي نفس بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتبئوا ناسا يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم شفا ديه كل بني أدم خطأ وخير الخطئين التوبون طب إلى الله سبحانه وتعالى وربنا يجمعنا وإياكم مع أهل التوبة ومع أهل الهمة والقمة مع السابقين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنه